النهاردة نجح الفريق ناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلي موليد 2003 في حسم قمة بطولة الجمهورية على حساب نادي الزمالك 1-0 في الوقت القاتل على ملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الجمهورية البديل أحمد أشرف نجح في تسجيل هدف الفوز للنادي الاهلي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزائة ليحسن بها الفوز للنادي الاهلي وبهذا الفوز قفز النادي الاهلي 2003 إلى قمة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة يضم الجهاز الفني لفريق نادي الاهلي 2003 كابتن محمد شرف مديرا فنيا كابتن محمود صادق مدربا مساعدا وخالد أثمان مدربا لحراس المرمة ومحمد راشد إداري الفريق وعلق مأمون تبيب الفريق وعبدالله سمير مخطط الأحمال وعبدالحميد حسين أخي الصائي التدليج أيضا فاز فريق الناشئين 2007 على ضيفه بيرامدز 3-1 على ملعب النادي الاهلي في مدينة نصر ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري في 2007 موسابا